أنا مارجريت ساروفيم مينة رئيس قطاع التنمية المحلية بدأت شغلي في الهيئة القبطية الإنجليلة لخدمات الاجتماعية سنة التسعين فدي فترة طويلة جدا دخلت هذا المجال بعد تخرجي مباشرة من الجامعة جامعة أسيوت زراعة أسيوت الحقيقة كان عندنا في هذه الفترة لازم تقضي سنة خدمة عامة وكان لازم تختار واحدة من الجامعيات والمؤسسات علشان تقدم فيها وتشتغل فيها سنة الخدمة العامة وكان من حصن حظي إن شغلت في الهيئة ودخلت المجال ده وأنا كان عندي شغف بالأساس بالخدمة العامة وبخدمة المجتمع وبالتعامل مع المواطنين والحقيقة دي كانت في التربية بتاعتنا كأسرة هو إن إحنا متوجدين ولازم بقالنا دور في المجتمع اللي عايشين فيه إحنا مش موجودين لنفسنا وتوجدنا فيه أنشطة كتير ساعد على تربية الإحساس ده جوانا إن إحنا موجودين لخدمة المجتمع اللي إحنا فيه ونقدم كل اللي نقدر عليه للناس اللي حوالينا وده الحقيقة بيكون فيه نوع من أنواع الرضا عن النفس إن بتعمل ده وبتعمل اللي بتقدر عليه الإحساس ده لقيته متجسد فيه السنة اللي اشتغلت فيها في الهيئة وكان الحصن حظي إن أنا تواجدت في وقت كان فيه المؤسس الراحل المؤسس للهيئة الدكتور القص سامويل حبيب والحقيقة كان مقدم نموذج رائع لفكرة إنه العاملين في الهيئة هم مش مجرد عاملين بأجر لكن هم أصحاب رسالة وكان من الحاجات المهمة جدا إنه بيشجع وبينمي الشباب إنهم هم أصحاب مكان هم أصحاب رسالة هم يقدروا يشاركوا بالتغيير ودي كانت من الحاجات الرائعة اللي ثابت أثر في نفسي قوي جدا وخلتني أقرر بعد نهاية السنة الأولى نهاية السنة الخدمة العامة إني أقرر إني أكمل في المكان ده المكان توحدت معاه حسيت فيه إنه مش مجرد مكان لي نحن نشتغل فيه ونكون فقط بنتعاطى أو بنتقادى أجر آخر الشهر لكن هو مكان بيساعد الشخص إنه ينفتح على الآخر ينفتح على المجتمع يتعامل مع كل الظروف اللي حواليه يتعلم ويعلم مع الناس ويشوف التغيير الحقيقي ودي كانت من الحاجات اللي أثرت جدا في إنه مهما كان فيه تعب مهما كان فيه صعبات بداية التنمية مش سهلة بداية إنه نتعامل مع المشكلات اللي حوالينا وإن إحنا بذات في المرحلة الأولى مرحلة السن الصغير والتي بتتعرض ليه مواقف كتير مشكلات مجتمعية كتير بتتعامل مع ناس أكبر منك عمرا وأكبر منك خبرة كل ده كان الهيئة الحقيقة مكان للتعلم مكان للتمكين كان قوي جدا أثر فيه نفسياتنا وأثر فيه مهاراتنا وبالتالي بدأنا الخط بتاع التنمية من الفترة الأولى في التسعينات إلى إنه يعني حصل نموه وحصل تعرض ليه تدربات وتعليم مستمر وده خلى إنه أي صعوبة بنقابلها أي لحظة فشل بنقابله لأنه بيحصل كتير لحظات من إنه تكون اشتغلت كتير لكن ما تقدمش النتيجة اللي أنت متخيل أنك هتلاقيها لكن بفكرة العمل الجماعي بفكرة إن أنت موجود في مؤسسة مهتمية بيك كشخص بتعليمك بمهاراتك بقدراتك بفتح فرص للتدريب بالاعتماد عليك بثقة فيك إنك تقدر تعمل ده خلانا نتحدى الصعوبات دي ونتحدى الأزمات ونتحدى المشكلات مشكلة إنك كنا في بداية عملنا كان لازم يبقى عندنا سفر لمسافات طويلة مبيت كتير خارج البيت ده كله كان شوية يعني ما كانش حاجة سهلة لكن لأن قناعتنا بإنه اللي بنقدمه حاجة ليها معنى وليها معنى بتشوفه وبتلمسه في حياة الناس بتشتغل معها بالإضافة إلى الواقع العملي في البيئة اللي بتشتغل فيها اللي هي البيئة الدعامة الممكنة اللي بتديك ثقة في إنك أنت اللي بتعمله له معنى خلانا نتغلب على كل المشكلات دي والحمد لله إنه يعني مرورا بكل التجارب وكل المشكلات وكل النجاحات وكل الإنجازات اللي حصلت لنا كأفراد وكفرق عمل وكزملة في المكان وكهيئة خلانا نوصل دلوقتي إن إحنا بنتعامل مع ملايين من المواطنين في مجال التنمية والتنمية المجتمعية والتغيير المجتمعي وبنشتغل مع ألاف من القيادات وبنشتغل مع مئات من جامعيات تنمية المجتمع وعندنا تواجد مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص ومع الجامعات كل ده أثقلوا المكان أثقلوا الطموح اللي زرعوا فينا المكان أثقلوا فينا إنه من الأساس في حب للتعامل مع الآخر وإن إحنا نكون مساهمين في الحياة لكن مش مجرد عابرين بدون أي معنى الحاجة التانية المهمة جدا لازم نقول إنه إحنا في مجتمع وفي وقت دلوقتي بوجود فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيشوف في سيدات مصر هم عظيمات مصر ودي من الألفاظ المهمة جدا اللي بتقول إن كل سيدة وكل فتاة مصرية بتعيش في عصر زهبي يجب الاستفادة منه يجب استثماره يجب تقديره والاحترام لهذه المعاني الجميلة وإحنا كمان في شهر مارس وبكل الاحتفالات اللي بتقدم المرأة العالمية والمرأة المصرية وكل اللي حاصل في الإنجازات المهمة للمرأة المصرية وبين أبرزها وجود عدد عظيم من السيدات الوزيرات اللي هم فعلا مليين مركزهم وعملين شغل رائع عدد السيدات الموجودين في البرلمان أكتر من 25% القاضيات المحافظ ونواب أو نائبات المحافظين كل دي علامات مضيئة وكل دي ملامح مهمة بتقول إن إحنا في فترة يجب أن نبني عليها مستقبل أفضل لوجود قوي مستمر مستدام للمرأة المصرية ويتم وضعها أكتر وأكتر في مكان وفي بيئة تستحق إنها تكون موجودة فيها ترجمة نانسي قنقر